ترجمة نانسي قنقر وقد أكد سعادة الدكتور عبر محاضرة قدمة في حفل الافتتاح على أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية ومشتركة بين الجميع بالالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات كتحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها في هذه المؤسسات جنبا إلى جنب مع دورها التجاري وقد رحب سعادة الوزير بجميع المشاركين مثمنا ما جاءت به هذه الفعالية من توجهات عصرية وعالمية جاءت لتعطي دلالة متميزة ومؤشرا دوليا للصدى الواسع الذي تتمتع به مملكة البحرين في العمل الخيري ومسؤولية العطاء للشركات وما تميزت به من تأسيس لمبدأ التقاسم المشترك في الحياة التجارية والاجتماعية وقال سعادة الوزير إن المنظمين قد أحسنوا اختيار عنوين المؤتمر التي تنطبق وبشكل ملائم للعالم الذي نعيش فيه وهو دعوة للجميع للعمل سويا للتصدي للتحديات التي نواجهها في حياتنا الخاصة والمجتمعات بصورة عامة بعدها قام سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة بتوزيع الجوائز على الشركات الفائزة معبرا عن سعادته للجهة الفائزة بهذا التكريم لهذا العام متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مشاريعهم وتوجهاتهم التطوعية والخيرية التي تخدم النهضة المباركة على أرض مملكة البحرين